بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم مرحبا يسون مرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير صحة رمضانكم كل عام وانتما بخير وتصموه بالصحة والهنا صحة فطوركم وصحة صحوركم في الفيديو تا اليوم جبت لكم فطيرة محشية بدون بيض ولا اختيمار يعني رح حديروها تمتم لابنات ما تاخدش منكم كامل وقت ورح تخرج من نروح ما يكون بنينة يا البنات نتمنى تابعوا الفيديو للاخر ما تنسوش البنات الجمل الفيديو فضلا وليس امرا نروحوا بسم الله على بركة الله في طريقة التحذير هنا يا في مقلاء درت شوية تعزيت الزيتون زيت بصلة تكون كبيرة قطعتها هكذا شوية نخليها تدبال شوية برق باش نزيد لها الزرودية قطعتها هكذا قطع صغار شوفوا وهذا اختياري تقدروا تزيدوا ما من القرعة قتلكم للخضر يعني مليحها في هاد الوقت خاصة نخليها تتقل زرودية بسكو طول باش طيب مع هاد البصل وفالا دون كما كاستوالي مثلا نخدمها للخضر الزرودية البصل داغنا ذر البلوند بولي وفالا يزمع تكاقير ديمش تتوح مليح واثقلو كلش انسوبل وفالا بعد ما تتقلت لزرودية هاديك شوية والبصلة والبصل زدت صدرت على الجاج قطعته قيطع صغار وراني نقلي فيه قليته شوية ومع اللخر نضيف الفلافل حسب الرغبة ديالكم انتو مانا درت الأحمر دايما نحطه في المجمد واخدر دانك امي ايبارويا زيادة نشاطوح يكوز لك زرودية نير اللي بصل نير ارنير اللي بوافران اين تفرق تكون متين على فايا نير ادخلو نكوان شاطوح تورا ادخل دماغ لزيبيس ونخلط هاد المقادر كامل هادا نخليهم يتقلى وراني نسمحوا لي موريت لكم جزت نصف كس داع الماء نخلي الحشو ديالي طيب ومبعد ننحلها لغطاها هادا باش تنشف لازم تنشف مليح ومبعد نخليها تبرد مليح مليح دانكارن ننفصل الكس بوامان جهت با صغير لفاق سنينو ومبعد سكساغا غمو إذا كانت الكاو إلا قتيليت الكاو وتجا تسميض مليح نولي للعجنة عندي نصف كس تحليب دافي نصف كس تحياوغط طبيعي ونزيد هاد المغيرفال يكو تشوفو فيها صغي ورا رح نديرها حميرة الخبز هادي الخرى ندير بها السقر ووالا هادي هادي ماشي كمال الخرى دانكارن خدما غير طارن جو تمشتيك تحث النير غير ستمثوت تحليب بولانجيق تارن جو تمشطوح نورمال نصف كور هذا النوع فاكلتاتيف مات فغامتا متسعين ترسي بالابان الليون بودر تارن جو تمقرات بشتر لابات لجر هادي هناليا مغيرفال وهذا اختيار هادكم سنو ما تديروهاش تاع حليب بودرة هادي بهكدا تخلي العجنة خفيفة البنات ونزيد هناليا درتزوج كيسان تاع فارينة مغيرفة صغيرة تاع خميرة الحلوة ونصف مغيرفة صغيرة تاع الملح ونلمل العجنة ديالي ونزيد الفارينة ولا لا لا امي خلطة لزنغريضيون اللي كيدر نغ الفارينة سيني الكيسان الفارينة ثان جاو تاو 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 لالوي وشيميك نفس تاو 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 الملح اذ خلطة زيت 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 نغ مال وذ خلطة ولا وذ خلطة ما درنغ الفارينة درنغ القيس تغنج تاو 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 بومبي للفارينة اجمع غلابات ولي لقارة السيلي تاو 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 لقارة تاو تاو دون البنات كما شفتوا خلطت جمعة العجنة ديالي بالفارينة وكمل وزيت رباح زيت عادية تقدر زيت وزيت تاني مغرفة كبيرة تاو الفارينة العجنة لا يجب تتلاسق وتاني لا يجب تكون يبس ندهن الغيسيبيون بالزيت ونجعل العجنة ترتاح داقص خمسة حتى عشر تقايق ملاء ماشي تخمرة نغطي عليها بيانسور دون كثن دهن الغيسيبيون الزيت اتجغ ترموز ماشي داللو يرتالي pendant 5 10 منت ترموغ بيانسور وده اتجن دماغ دات غزم عن 2 بول ايجال ووالا اذا طالير la برميار تطالير مليح مليح تارقاق تارقاق ماشي لما يبان د لبلان د تارقاق دايا دون البنات بعد ما رتحت العجنة خديت هوا قسمتها على زوج كويرات يكونوا متساوين وهنا ياسني وديالي راني دهنت بالزيت ونحل العجنة ديالي بلا ما تدهن بلا ما تدير الفارين بلا تحلوها على سمك ارقيق مليح ماشي حتيبا سطح العام لبنات ارقيق وخلاص كما كتشوفو هاي لك العجنة قلت لكم ما ره تلسق ونا نحط ها في السنيوة نسق مها كامل نطع لها في السنيوة نرفضها بالعقل برق البنات هاي لك في السنيوة ديال الكم السنيوة ديالي القطر ديالها 30 على 23 سنتيمة من البنات تحب تتكبر السنيوة دوبلي والمقادر حلوها مليح سقموها اللغة يحذيين طوالة مثلا نسق فدغت سلاعق كان سر سر تزيس نيوة ديالها سزيد لدي ما تخني نس 23 سنتيمة رف 23 سنتيمة ووالا أتقعد غيوكو ديال بيا ومبعد السمراء لافخص ني لافخص ويلاق رتا وضوك الرياف ويلاق تجغ الرياف اللي البوغ تغ شط ووالا لإسباس وسترغ على لافخص دونك لبنات كما شفت وفرقت كامل الحشو وخليت في الحواف لاحق حتى الحواف الحشو لتصق لعجين الأخرى ونرش من فوق ندير الجبن لش تحب وش عندكم ديرو أنا درت شي داق وخلط وعند كان عندي جبن هذا نسيت كيف شي يسموه والله نسيت و لبنات راني درت لجبن ديرو حاول تكتروا اللي حبيتوا الجبل كيف تحبوا يعني وبعد ناخد الكويرا الأخرى تاني نحلها بنفس الطريقة ونفس السمك اللي بنات وظلا واتسمحوا لتليفون ديالي معلى بليش وش بيه اللي بنات قولوا لي دبروا عليا وش ندير لوا بلني اليوم وظلا قولوا لي وش بيه ونحط هذه العجين الأخرى اللي حليتها فوق الحشو بلاعق البرك وكي ما قلت لكم ما تلحقوش الحشو للحاوف هكذا باش تلسقوها مليح تلسقوها مليح مليح تلسقو يعني الحاوف هدو كبابيناتهم كامل مليح ونناخد نطع لها شوية بيدي ونشكها كامل بالفرش طعام من الفوق هكذا باش ما تنفخ لاش وندهنها بصفر تلسقوها شوية على الخل ونضعها في الفرن الطيب ونزينها قبل ندلها في الحاوف الجنجلان والسانوج وانتم ما تحبو تحبو غير السانوج ونزر ريعة الكتن وش عندكم فضاء ونحن كثيرا تلسقوها الريغ دماغ اللبط من نيظن اللي مليح تسرقق الريغ ستسوق سفلس صبود ارغت تلسقوها الفرماج غابي ونرس لغان سيزام زرار السانوج دي ريعة فاقيا سرسقت التب الفور 180 دقري دي الريغ الافانس ونزل تلسقوها 30 مينوط ونزل تسفل وكانت ضرر كنت فرمث لبناء تخليح تتل الفترة التي طيب على 180 درجة بعد ما سخن مليح الفر نمد حمار تخرجوها من الفرن غطوها بطرشونة بش ما تيبش وراني زينتها بالمعدنوس من الفوق وكيف ما ركو تشوفو راني نقسم تهلكم وتشوفوها كيفاش خرجت من داخل خرجت البنات من أرواح ما هيكون والبنة وش نقولكم بنينة بنينة محشية بالجاج تقدروا تحشوها ديروا لها الحشو تعال اللحم المفروم ديروا لها يعني واش تحبو تاني الجبن الطاري من داخل البورسيون ولا تزيدو زيتون زيتون الخطر واش تحبو حشوها كما كتشوفو وصفة مغذية خاصة للأطفال تكلو يعني وحدة عموغسو وتشبعو والا دونك أثي حذيين تولم ثمي تيتسو فغاق سيلفوق إلا قد صغم ممتا كتاسو طنشوني وكنا تقيم قاق روش تسلم عدنو سيزم اغزم 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 فخصي ايني تفغام تأغم تأغم ديني زيتون مرسوف لما تفغام تأغم تزيد ما تنسو البنات ديرو لها زيت زيتون من الفق تخرج بنين هكذا نتمنى إن شاء الله تجربوا الوصفة تعجبكم وتاني إن شاء الله تعجبكم ملا فيديو لكن عجبتكم ديرو لي جام البرتاج مع الأحباب والأصدقاء تهلا ولي في صحتكم والسلام وعليكم ورحمة الله وبركاته جاء كندي الهنا تسلوي ثرث وفث ماي بغرب